برعاية وحضوري معالي الدكتور المهندس عبدالله بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيسي مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيسي مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية انطلقت صباح اليوم بفندق ريكسوس رأس الخيبة خلوة التمكين التي تنظمها الجهات الثلاثة التي يشرف معالي على عملها والتي نظمت بقيادات مواطنة من الجهات الثلاثة وتستمر لمدة يومين وتناقش خطط التطوير والسبل المستقبلية التي من شأنها تحقيق الريادة والتمييز في العمل دعما لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية